احنا طبعا كلنا بنحب أسطير الكورة وبنعلق صورهم في وضنا وبنكون حطين صورتهم كمان خلفية لموبايلاتنا أحيانا ودايما بنفتكرهم بالخير وبنترحم على اللي مات منهم لأنه متعنا وما كانش بيبخل بنقطة عرق علشان بلدنا ومنتخبنا ومع كل فرصة احنا بنشوف فيها الماتشات بنفتكرهم وبنتمنى أنهم يكونوا موجودين معنا ويمتعونا أكتر وأكتر في مجموعة في الحقيقة من الرسمين قرروا أنهم يحضروا نجوم الكورة بطولة أفريقيا ويرسموهم على جدران أستاذ القاهرة ويفكروا الجمهور بيهم ويقولوا لهم أنهم دايما موجودين ورمزوا فخر لنا تعالوا نشوفوا التقرير ده نرجع نكمل معكم أحمد رياض ومحمود عبدالوهاب اتنين من رسمين الكاريكتيري الشباب انتشرت رسوماتهم في استاذ القاهرة أثناء بطولة الأمم الإفريقية من خلال رسم ضيوف مصر بهدف إسعادهم أثناء مشاركتهم في البطولة بحيث لا تتعدى مدة رسم البرتريه الواحد الثلاث دقايق أنا فخور جداً لأنا شفت البطولة بالشكل ده أو الاحتفالية بالشكل ده فشركة بيزنتيشا من جابتنا عشان خاطر نعمل الدعاية وأعلام نرسم الناس اللي موجودة البيئين اللي موجودين في الاستاذ وهما بيتفرروا على الماتش وفي نفس الوقت يبقى زي نوع من أنواع الجفت للناس أو بيبقى جفت جميل اللي هو رماين بقى لأنه يفتكروا اليوم ده أو يفتكروا البطولة دي أو جوم بمصر هنا وخدوا حاجة كويسة يرجعوا بيها بلدهم احنا بنرسل لايف كاركاتير لايف كاركاتير هو الرسم المباشر اللي في إيفنت كدعية للشركات اللي بيعمل بومينج للشركات بيعمل ترافيك أسرع للبرندات اللي بنشتغل معها طبعاً بيبقى صعوبته وانك بتلاقي رد الفعل مباشر عجبت الشخص اللي بترسم عجبته ومعجبته وش هيقولك وصد على طول فريق لايف كاركاتير قام أيضاً برسم عدد من نجوم الرياضة المصرية داخل استاذ القاهرة زي صالح سليم ومحمود الجهري وحسن شحاتة لأن الفكرة هي أن الأساطير يكونوا حاضرين البطولة حتى ولو مرسومين على الجدران احنا عاوزين نرسم أكتر ناس مشهورة في البطولة يعني جابت بطولة أفريقية مثلاً زي حسن شحاتة زي كابتن جهري من أكتر الناس اللي جابت بطولات في مصر فأعرض علينا أن نبتدي نرسمهم في الحطام بتاعة الأستاذ فبتدينا نشتغل والحمد لله يعني الموضوع جابسيت كويس جداً والفكرة نجحت وبتدينا يعني إيه نزود بقية اللعبة بتاعة زمان كابتن صالح سليم وكابتن حمد أمامي يعني كان برضو نوع من أنواع التكريم أو الذكرى الجيدة لما حد يوتكم الاستاذ يلاقي الناس دي مع مرسومة بهم في الإستاذ الإفنت والشغل اللايف طبعاً بيبقى الأكتر الورق بيبقى هو الأسرع هو اللي بيلاقي نتائج أسرع بياخد تقريباً من ديئتين أو ثلاث دايل البرتري الديجيتال بلايف بياخد حوالي خمس دايل فكرة البرتري اللي حالك تفرجت عليه ده اللي هو الحاجات المرسومة بالتكنيب ده ممكن ياخد عدد ساعة أطول شوية ده أنت بتشغله براحتك يعني يعني ما بيبقاش بيبقاش بيبقى سابق تحضيره بتبقى قدر تعمل سكتش اللي الأول بتبقى تشوف الأبعاد والنسب الحاجات دي ما بيبقاش لايف ما بيبقاش صغير بالإضافة لمشاركتهم برسم ضيوف مصر في بطولة الأمم الأفريقية شاركوا كمان في منتدى شباب العالم من خلال رسم بورتريات لضيوف مصر المشاركين في المنتدى ولقوا أعجاب الضيوف محمد جمال تان تيفي الله خلينا نقول يعني صور حلوة ورسومات جميلة وبالتأكيد بنفتكر بها مش بس نجو بالكرة المصرية لكن نجوم كمان لكرة العربية والإفريقية بنحني طبعا فنانينا الفكرة حلوة يعني الفكرة حلوة جدا ومتكرة بالضبط وتفتكر نجوم كمان في أثناء حتى منهم من رحل كمان وانت في حدث كبير طبعا ما فيش أعظم من انت برضو تفتكر نجومك وعلى فكرة هي ليها تأثير كمان على الجمهور ان هي هتحمسوا أكتر وبالنسبة لللاعبين هي ملهمة ليهم أثناء اللعب يعني دايما هتبقى عنيهم بتقع على الرسوم الحلوة دي لأساطير الكورة يعني طبعا